النبي قال بعد ما علمنا الحديث بتاع أفضل الناس ده الصحابة سألوه قالوا مين أفضل الناس قالوا كله مخموم القلب صدوق اللسان قالوا طيب صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب مين اللي قلبه مخموم ده خمّة بالمناسبة خمّة يعني كنسة مخموم يعني مكنوس نضيف هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد كلنا عارفون الكلام ده طيب أقدر أوصل لده ازاي النبي قال مثلا فيه ثلاث حاجات لو موجودين عندك هيبقى قلبك سليم ثلاث حاجات لازم يكونوا عندك النبي قال ثلاث خد لك من الحديث ثلاث لا يغلوا لا يغلوا عليهن قلب امرئ مؤمن وممكن أقول يغل وممكن أقول يغل هنعرف الفرن ما بينهم يعني ثلاث حاجات لو موجودين عند المؤمن يبقى المؤمن ده لا يغل ولا يغل لا يغل يعني لا يحقد ولا يحسد ولا يبغض طيب ولا يغل يعني ما يخنش يغل من الخيانة ايه ثلاثة دول قال لك اخلاصه العمل لله يعني هتطلع حاجة لله سلام عليكم لله طلع قول كلمتين لله هضحك لله مكشر شوية لله قال ازعلان ليه عشان فلسطين لا بس دي مش عدت حزين عشان في حاجة مضيئك اه وضع اخواننا في فلسطين ليه حطيق بضعك لا لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت فالانسان اللي بيخلص العمل لا لا هيحفد ولا هيغل ولا هيحسد ولا هيخون ليه ليه انه عارف ان كل حاجة بتاعت ربنا